دائماً أسمع من الإخوة في العالم العربي نوع من الأبوية النظرية تجاه أمريكا أمريكا ليست مسؤولة عن الدول العربية فمن مؤسسي الدولة الأمريكية جيمس مادسون يكتب في التأسيس أن هذه الدولة لها مصالح دائمة ولا حلفاء العالم دائبة وعرفة من الغرب نوع من الهمجية الثقافية الهمجية العسكرية ونعرف الحروب الاستكشافات والاستعمار والاسترقاق والإمبرياليزم والنيو إمبرياليزم ليس هناك جديد النمط الغربي تجاه الآخر نوع من فيه نوع من الهمجية التاريخية البجرة ينشط في حيث مدينة الاخلاقية لا يوجد حيث مدينة الاسباحة ومدينة الإخلاص واللعب والعالم bachelor يحتاج مدينة الابدينية تقلب تقلب تكتكتكتكتك بالتكتكتكال يستخدم تكتكتك اكثر من ما يستخدم تكتكتك وتكتك كل ما نعرفها من سورة انتقال تجوانا تقوم تكتكتك وليس عبر فيسبوك أو عبر يوتوب لأن التيك توك الفلسطيني الآن يستطيع أن يجلس في غزة أو في أي محل في فلسطين ويصور ويعرض مباشرة بدون أن يكون هناك جهة ثانية تتحكم فيها أهلاً وشكراً ويصورني أن أكون في معياتكم أنا أصلي سنغالي لكن أعمل في الأكادمية الأمركية منذ ما يربو على إقدان من الزمن وأنا مدير برنامج جامعة الدك في العالم العربي وبرنامج أكادمي بحسي تدريسي سنوياً نعمل مع مجموعة من الطلاب والزملاء الباحثين ونقضي أسابيع في العالم العربي وبالأخص في المغرب ومصر وأحياناً لدول أخرى في الخليج أو التونس والهدف الأساسي هو عرض الطلاب على الثقافة العربية الإسلامية وعلى اللغة واللهجات العربية الموجودة والوقوف على الأفكار المحلية حول مفهوم المواطنة ومفهوم العلاقة بين الدين والثقافة وبين الدين والسياسة والوقوف على السراء الثقافي الموجود في المنطقة وجامعتنا هي جامعة الدوك وهي تعتبر حسب الترتيب الجامعات العمريكية من الجامعات المفضلة الراقية وترجع تأسيس الجامعة إلى 1838 في كارولاين الشمالية ومنذ حينها نمت الجامعة وانتقلت إلى مدينة أخرى والبرنامج مرتبط بكلية الاسيان المدينة الدراسات الشرق الأوسطية وآسيا ولكن الطلاب يعطون من كل الأقسام ومن كل الفروء العلمية المختلفة نعم وأنا مدير البرنامج منذ ما يربو على عقد من الزمان وما زلنا نستمت بزيارة المغرب واللقاء الإخوة والأصدقاء الأحداث تؤثر لأنه كما تعرف الدولة الأمريكية هي دولة إمبارة يعني إمبراطور والإمبراطوريات لهم أثر فوق الحدود وعبر الحدود ولهم قوى محلية تمثلهم فدائما ما يحدث في أمريكا أو ما يخوذ فيه أمريكا يؤثر على العالم بكلياته وما أسوي الحظ أنا حسب ما كتبت وناقشت وعرضت في بحوثي أن الرئيس بايدن هو الرئيس حروب وإحترابات يعني منذ أن وصل إلى السلطة ما زالت الحروب وتنتشر في أنحاء العالم وهذا عكس ما دأبنا في السياسة الأمريكية تاريخيا الجمهوريون هم الذين يبدأون الحروب والدموقراتيون هم الذين ينهون الحروب لكن منذ وصول بايدن إلى السلطة أصبح الموضوع العكس وكما ترى مع سوء الحظ الحروب تبدأ مع سوء الحظ ولا تنتهي هناك استمرارية للحروب إذن هناك نمطان يتميز به مع هذه الفترة من قيادة بايدن وجود هذه الحروب والإحترابات على المستوى العالمي واستمرارية هذه الحروب فمثلا ترى الحرب الأهلية في منطقة الساحل في مالي ونيجير وبركينافاسو ما زالت الإحترابات موجودة في السودان بدأ الحرب وتدخلت القوى الأمريكية للوساطة وما زالت الحرب مستهرة نفس الشيء في أوكرانيا كما ترى الحروب تبدأ ولا تنتهي في أفغانستان الوصول التاليبان إلى السلطة وما يحدث بين أفغانستان وباكستان نوع من الاستمرارية الموجودة ونفس الشيء الذي يحدث في غزة وفلسطين بين الفلسطين والإسرائيليين أو في غزة باستفى خاصة هو جزء من هذه الظاهرة التي أتحدث عنها وكتبت عنها الحروب الآن بعكس ما دعبنا عليه في هذا منذ ثلاثة عقود أنها تبدأ لفترة وجيزة ثم تنتهي لكن الآن الحروب تبدأ ولا تنتهي وهذه مصيبة للإنساني شخصياً كأكاديمي لا أرى شيئاً جديداً في هذا فمن الحكمة أن نضع الأمور في نصابها فدائماً أسمع من الإخوة في العالم العربي نوع من الأبوية النظرية تجاه أمريكا أمريكا ليست مسؤولة عن الدول العربية فمن مؤسسي الدولة الأمريكية جيمس ماليسون أن يكتب في التأسيس أن هذه الدولة لها مصالح دائمة ولا حلفاء دائمين أن الدولة نفسها قائمة على مصالح ومن العجيب أن يتوقع الآخر غير الأمريكي أن يستفيد من هذه المصالح والموضوع أيضاً فلسفي وهو مهم جداً لأن التراث نعم لا بد أن نفهم أن الأمريكا جزء من الغرب ثقافة الغربية ومن التاريخ الغربي ولا جديد في الموضوع العالم دائبة وعرفة من الغرب نوع من الهمجية الثقافية الهمجية العسكرية ونعرف الحروب والاستكشافات والاستعمار والاسترقاق والإمبرياليزم والنيو إمبرياليزم ولكن هناك جديد أن نمط الغرب تجاه الآخر نؤمن فيه نوع من الهمجية التاريخية والفلسوف فرنسي ذكر بأن الغرب اختارة تراثة آسنا فوق تراثة جيروزالم بيت المقدس وهو يقصد أن الغرب اختارت السياسة على الأخلاقيات والمفهوم السياسة هو مفهوم خاص لا يعني العدالة لا يوجد جزء من مفهوم القاموس السياسي لدى الغربيين أو في التاريخ السياسة قائمة على الغش على القوة على الباشن فلذلك مؤسسي دولة الأمريكية كانوا يخافون من السياسة أنهم لذلك قاموا بالفصل بين السلطات فصل بين السلطات أصلا لأنك لا تؤمن بأخلاقيات الناس وكان بيمس ماديسون كتب في قرن 1850 أو مثله أن هذه الدولة هو يتحدث عن الحوجة للفصل بين السلطات لأننا لا نؤمن بإمكانيزم المقاومة لن تؤمن بإمكانيزم المقاومة لهاية الفصل بين السلطات يجب أن نُصندا بناء المؤسسات على أخلاقيات الناس لأن الناس ليسوا ملائكة لو كانت الناس ملائكة لما احتجنا إلى حكومة يعني أصلا النظام لا يؤمن بأخلاقيات الناس لا يؤمن بأن هناك فضيلة أخلاقية يحتاج إليها السياسي في اتخاذ القرارات اليومية الدائمة للسياسة وبنان عليه وجدنا الاستعمار وجدنا الاسترقاق وجدنا نحن الهمجية التاريخية الموجودة والعدالة ليست من مقاومات النظام الدولي الحالي النظام الدولي الحالي بعد الحرب العالمية الثانية قائمة على عدالة المنتصر عدالة القوة فالقوي المنتصر هو الذي يفرض العدالة وليس العدالة بأخلاقيات لا علاقة لها بأخلاقيات وهناك دراسات جيدة يعني تنظر إلى العدالة التي فضى على ألمانيا بتقسيمها أو عدالة التي فرضت الروس على أوروبا الشرقية باحتلالها أو العدالة التي فرضتها الفرنسيون على مستعمراتها في الجزائر ومسا هذه الأمور هذه العدالة ونفس العدالة إذن ممكن تنظر إلى الذي حدث في جنوب إفريقيا مع ماندلا يعني لم تكن عادلة بمفهوم العدالة هذه الترتيبات فرضة على السود على أنه سيصحب الأبرتايد على أساس أن تحافظوا على الواقع الاقتصاد الموجود الذي يخدم البيت ولا يخدم السود إذن مفهوم العدالة مفهوم أفتكر أحيانا نتحدث عنها لكن لا علاقة لها بسياسات الحالية التي تتحكم إليها دول العالم وهذا ينتبق على العلاقة بين العرب وأمريكا والله أنا لا أعرف، وهو موضوع شائع لا أعرف بالذات ماذا تمثل إسرائيل كدولة بنسبة لأمريكا كدولة لكن الذي أعرفه هو أن هناك بقدر ما يرتبط العالم العربي بفلسطين أيضا بقدر ما ترتبط الجاليات اليهودية عالميا بإسرائيل بقدر ما ترتبط التركيب الاجتماعي الثقافي العربي بفلسطين أيضا بقدر ما تجد نفس العلاقة بين اليهود عالميا وإسرائيل ومن هنا تأتي أفتكر سؤال مهم جدا وهو أن اليهود في أمريكا ليسوا بكثيرين هم حوالي أقل من 2% يعني في أمريكا حوالي 360 مليون شخص وهناك تاريخ وأنتم أدرى أهل ماك أدرى بشعابها كيف تأسست الدولة الإسرائيلية الدولة الإسرائيلية أسست بناء على وعد بلفور والإمبراطورية البريطانية وبمساعدة الأمريكا وروسيا والدولة الخربية ومع نموي النفوذ الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية تطورت هذه العلاقة بين إسرائيل وأمريكا والخليج العربي ما نسميه ببتر دولار أنا أحاول أن أحلل الموضوع هنا فرارا من ما نسميه سمplicity يعني عندما تجيب على سؤال بسهولة بقيام لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم كما يقول العالم الأمريكي حول بناء الدولة دول في معجمه المفهوم المشهور the state the formative state أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بنتها وتتحكم فيها القطاع الخاص في كل دول العالم الأخرى الدولة هي التي تبني القطاع الخاص وليس العكس بما أن القطاع الخاص هي التي بنت الدولة الأمريكية بما أن القطاع الخاص هي التي تحكمت على السياسات التي رتبت مع بعض الحرب العالمية الثانية بما أن القطاع الخاص هي التي تتحكم في المستعمرات الأوروبية التي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية وستقلت في ستينة بما أن القطاع الخاصية التي تتحكم في المهاجر الأوروبية الموجودة في العالم الآخر بما فيها الشرق الأوسط وإسرائيل بما أن القطاع الخاصية التي تتحكم حالياً على الدول الغربية عبر ما يسمي بلوبي في أوروبا أو في أمريكا لأن الذين يدعمون إسرائيل حالياً في أمريكا المؤثم ليسوا يهود هناك جماعة دينية مسيحية متطرفة تؤمن بوعد التوراة في إسرائيل وهؤلاء أيضا يدعمون إسرائيل هناك جماعة ضغط مرتبطة بمصالح اقتصادية صناعية أيضا وراء اللوبيات التي تدعم إسرائيل نعم كل هذه المعطيات أفتكر تساعد على فهم الموقف السياسي الأمريكي التقليدي من حيث أن الدول الغربية أيضا تدعم إسرائيل وروسيا تاريخيا دعمت إسرائيل إلا في الآوين الأخيرة هذه الخلفية التاريخي أفتكر تساعد على فهم الواقع المعاش والمواقف التي نعيشها في دعم أمريكا اللانهائي للدولة الإسرائيلية ما حدث الجامعات الأمريكية من مظاهرات واحتجاجات بسبب ما وقع غزة من خضائع إلى ماذا يؤشر وكيف يمكن تصيرها؟ والله حاليا نسميه صيف أمريكا الفلسطينية لأن هناك حركات ليست فقط أكاديمية لكن حركات ثقافية والشعبية لأول مرة في التاريخ الأمريكي تظهر جليا مواقفها دائمة للقضية الفلسطينية لأول مرة في التاريخ حسب جلوب بول وهي الجهة الرسمية التي تتطبع آراء الناس ومواقفهم تجاه القضايا السياسية في تحليلهم لآراء الأمريكان في شهر نوفمبر الماضي وجدوا بعد شهرا بعد 7 أكتوبر بعد بدار الحرب كان الغالبية الأمريكان يدعمون الموقف العسكري الإسرائيلي خمسة شهور بعده أو في مارس لما أعيد حصر الآراء وجدوا أن الدعم لإسرائيل تخلصت وجدوا أن فقط 35% من كل الأمريكان المراهقين 35% فقط هم الذين يدعمون إسرائيل ومواقفها تجاه فلسطين وخمسة وخمسين في المائة من المراهقين الأمريكين من الناخبين من الأمريكان يدعمون القضية الفلسطينيين لأول مرة في التاريخ هذا في مارس ونتوقع حصر للآراء في الشهر القادم إذن هناك تغيير جذري لأول مرة ترى نوع من الدعم لفلسطين هناك أسباب كثيرة بعضها تاريخية منها أيضا أن الفلسطينيين أفتكر بحكم الجوار مع إسرائيل بحكم الاحتلال الإسرائيلي بحكم الحقائق التاريخية التي تضعوهم على مفترق الطرق سياسيا كدولة أو كلاجئين في لبنان دول العربية ولاجئين في أوروبا أيضا استفادوا من هذه الفرص الناتجة من النكب هذه فأصبحت الفلسطينيون علماء واحد أكاديميين واحد في المئة من الفلسطينيين كما قرأتوا يوما ما له دكتوراه مثلا هو أرقى أكبر أعلى بين العرب وطرق الفلسطينيين في الجامعات الغربية وطرق الفلسطينيين في الجامعات ليس قد العربية لكن في أوروبا وفي أمريكا هناك تراث لس أدوار سايد أيضا كفلسطيني كناطق باسم الفلسطينيين هذا أيضا يعكس إيجابيا على الحكم القضية الفلسطينية والنقطة أخرى مرتبطة أيضا مهم جدا أن الفلسطين في أمريكا كنت أردت ورقة في هذا الموضوع أن الفلسطينيين لهم أيضا ريادة في الجاليات الإسلامية في أمريكا إندي كتاب نشرتها في 2004 حول الجاليات الإسلام اسم الكتاب مسلم في أمريكا Race, Politics and Community Building الإسلام في أمريكا قضايا العرقية قضايا السياسة وقضايا الجاليات ووجدت فيها أن الهجرات الفلسطينية إلى مدن أمريكية مثل كليفلند في ولاية أوهيو أو ميشيغن هذه هي هجرات ضخمة ترى ثلاثة موجات هجرات فلسطينية لأسباب كثيرة ليس نعوق للحديث لكن الفلسطينيون يصل إلى الأمريكا هم من مؤسس المساجد في الأوساط الأمريكية بالأخص بين السور فتتطورت هذه العلاقة الأخوية بين الفلسطيني الذي دائما يستطيع أن لأسباب تاريخية وخلفيات واستمرارية المعاناة في إسرائيل أن يحس ما يجري في المدن الأمريكي لهذه الأقليات فترى أن هناك علاقة أخوية بين الفلسطينيين وهم دائما يدعمون المساجد وإندي دراسة حول هذا الموضوع والجاليات الإسلامية الموجودة في أمريكا وسلسهم من السودة الأمريكان وهذا يعكس كما ترى حاليا أن معظم السودة الأمريكان في أمريكا في الكونغرس يؤيدون الفلسطينيين فترى هناك نوع من العراقية حاليا حتى عندما تشاهد في التلفزيون مظاهر الطلاب ترى أن الأقليات يسمونه الإعلام الأمريكي يرى أن بايدن سيخسر لأن الأقليات يدعمون الفلسطين التاريخية ودأت الفلسطينيين في بقعة جغرافية في أمريكا حيث عاشوا بين السود والسود هم أرباب الكلم في أمريكا هم الموسيقى مؤثرين لهم قوة تأثيرية في الأعلام الأمريكي جميل هذا سؤال شيق وهو أيضا استمرارية لما كنت أذكرها أن هناك أسباب تاريخية أسباب ديموغرافية والسبب ربما الثالث يرجي إلى التغيير الهيكلي الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا في تغيير جوهري حدث في السنوات الخمس الماضية مع نمو تيك توك لأن تاريخيا المؤسسات الأمريكية التي تتمكن وتفرد نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي يوتوب أمريكي وإنستغرام أمريكي وفيسبوك أمريكي وطويتر أمريكي كل هذه أمريكية نعم ونحن نعرف حاليا أن الحكومة الأمريكية وهذه الآن في المحاكم الأمريكية تفرد سياسات معينة على وسائل الإعلام هذه يعني تفرد ما الذي يجبه مع أنه نظريا يقال هناك مطلق الحرية لكن نحن نعرف حسب الملفات التي قرأناها أن ال FBI و CIA التي تفرد بعض المواقف على هذه الوسائل ما الذي يعرض وما الذي لا يعرض وتيك توك ليست أمريكية ونمو هائل في السنوات الخمس الماضية لو ترى الأرقام فيسبوك هو الأول وحوالي قرابة سلاسة بلايين شخص بليون شخص يستخدمون فيسبوك في الشهر ويأتي في درجة ثانية يوتيوب حوالي بليون وخمسون مليون مستخدم نقول في الشهر الآن تيك توك بليون مستخدم في الشهر لا عالميا نعم ونبليون مستخدم في الشهر الولايات المتحدة هناك مئة وسبئين مليون نعم مئة وسبئين مليون يعني أكثر من نفس السوقات بالأخص بين الشباب وتيك توك كما تعرف إذا كنت من المستخدمين ليس سياساتها تختلف عن سياسات فيسبوك ويوتوب مئة ما نعرفها أو نراها من الصور عن الفلسطين تأتي عبر تيك توك وليس عبر فيسبوك أو عبر يوتوب لأن التيك توك الفلسطيني الآن يستطيع أن يجلس في غزة أو في أي محل في فلسطين ويصور ويعرض مباشرة بدون أن يكون هناك جهة ثانية تتحكم فيها من قبل فيسبوك قد تختار ما يعرض وما لا يعرض أو تقفل الحساب لكن الآن مستحيل أنت ممكن ما يحدث الآن في الرفح تراها مباشرة عن طريق تيك توك وقنوات أخرى عربية مثل الجزيرة ومثل أيضا تستخدم تيك توك مؤثم الناس ينظر فيما يأتي عبر الجزيرة لأنه لا يكون الجزيرة من وضع قطع من إنتاجها في تيك توك إذن التيك توك يؤثر لها أثر مباشرة بين الشباب والميزة العليا والميزة التي تفرق بين تيك توك وفيسبوك ويوتوب تيك توك لها حضور وسط الشباب لأن معظم الشباب الأمريكي يستخدم تيك توك أكثر مما يستخدم تيك توك أكثر مما يستخدم تيك توك لاي صعب الحكم عليه مسبقا لأن البقية من الانتخابات قرابت خمسة شهور والأرقام متقاربة جدا بين بايدن وترمب ترمب كان أمام بايدن بسلاسة نقاط وبعد القرار نهائي من المحكمة ربما تضاءلت الأرقام إلى نقطة نعم، إذن الأمور في أمريكا تتغير بين الليل والضحاها وأيضا في أمريكا نقول كل السياسة تصنع محليا مع أن المقصود بتصنع محليا ليست أن تصنع محليا معناها تسوق محليا ليست أن الشعب الأمريكي يومين فقط في القناة لكن تمكن السياسيين من بايد سلائهم على المستوى المحلي وإقناء الناس على صوابها هي التي تفرد نفسها في الانتخابات ليست، نعم، نعم، هذا مهم جدا لكن هناك أمور أخرى أيضا لها أفتكر تزين تفرد وزنها على نتائج الانتخابات الأمريكية واحد منها أفتكر هو عمر الرئيس بايدن نفسه هو متقتل في السن نعم، وهذا يظهر جليا للناخب الأمريكي وعندما يتصور تمكن بايدن من قيادة البلد لأربعة سنين أخرى تكون شبه مستحيل في المواجهة أيضا سورة ترامب ليس أقل سنة ببايدن بكثير لكن يبدو أنه ليس مثل بايدن من حيث ذاكرة ذاكرة ترامب ما زال في الغالب كما هي والسياسات ترامب أيضا واضحة وانجذاب الناس إلى ترامب لأسباب كثيرة منها أن ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي لم يبدأ حرما جديدا منذ حرب العالمية الثانية والرئيس الوحيد الذي لم يبدأ حرما جديدا قد قربما يكون قتل سليماني الإيراني لكن إنما يسأل يقول فأتوا لكي لا أدخل في حرب أخرى وهذا مما يعجب الأمريكيون عموما رقم الثاني مسألة الهجرة غير الشرعية في أهد بايدن في أهد بايدن دخلها على 12 مليون شخص أمريكا خلال ثلاثة سنوات 12 مليون غير الشرعية لأن بايدن أصبح فتح الحدود وهذا له أصبحت المسألة الأولى لدى الناخب الأمريكي لذلك كما ترى قبل يومين لأن الولايات الحدودية المسألة كان مسألة قانونية ما الذي يحدث إذا فشل الحكومة المركزية الأمريكية من حماية الولايات الحدودية من الغزو الخارجي حسب القانون على هذه الولايات أن تدافع نفسها هذه الولايات ترى أن دخول هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين نوع من الغزو الخارجي إذن له الحق في أن تقفل الحدود لكن كما تعرف قبل يومين بايدن تبنى موقف ترامب فمن ناحية العملية بايدن كأنه وراء ترامب هو يرفض ترامب سياسة ترامب لكن في الواقع كما ترى قبل يومين بدأ يتبنى سياسة ترامب إذن موضوع الهجرة غير الشرعية قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية وموضوع فلسطين وإسرائيل وموضوع دموقراطي أكثر منه جمهوري لأن حسب الرأي الأعمال الأمريكي الجمهوريون غالبيتهم لأن الناخب الأمريكان منقسمون إلى ثلاثة أقسام جمهوريون ودموقراطيون ومستقلون والمستقلون في الحقيقة هم دائما يحسمون الانتخابات لأن أنا مستقل أحيانا أدعم الجمهوريون وأحيانا أدعم الدموقراطيون موضوع الجمهوريون أكثر من سبين في المئة يدعمون إسرائيل بلا هوادة فيه ولا نام موضوع والدموقراطيون موضوعهم هم الأقليات ولهذه الأقليات هم الذين يتظاهرون في الشوارع دائما لإسرائيل دائما لفلسطين فبايدا الآن هو في ورطة لأنه في حوجة إلى هذه الأقليات يفوذ في الانتخابات لكن الأقليات سواء كانوا مسلمون أو سود كلهم يتبنون مواقفهم السياسية بناء على ما يجود به بايدا في حل المشكلة هذه إذن مشكلة النزاء القائم أو السياسات في الشرق الأوسط بين فلسطين وإسرائيل مشكلة دموقراطية قد يؤثر سلبا على الانتخابات لصالح الجمهورين أكثر منها لصالح الدموقراطيين والمسألة الحالية هي الناس في ورطة المنتخب الدموقراطي الذي يدعم فلسطين ويجد أنه في ورطة لأنه يدعم بايدا الذي قتل تحت حكمه أكثر من 40 ألف فلسطيني وهذا كما قال ترامب لا يحدث ولم يحدث في حكمه لكن هو يقول أنه سأدأم إسرائيل مطلقا لكن سأوقف الحرب إذن أنت بين ورطتين نعم كيف تتحكم في هذا الموضوع نعم في الذي لا يستطيع أن يحسم الموضوع ويحتكم إلى العدل وفي الذي يظهر مواقفه الدائمة لإسرائيل والموضوع يعني لازن في النهاية أنها ستحسم الانتخابات في النهاية الناخب الأمريكي سينظر إلى الاقتصاد سينظر إلى وضعه الأسري سينظر إلى دخله السنوي سينظر إلى الحس العام حول الأمن والأمان في العالم هذه أفتكر هي المحددات التي عبرها يتمكن الناخب الأمريكي من أن يقرر في النهاية